الفهم المقاصدي للسنة النبوية اعداد الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف منبر التجديد صوت الوسطية من الاوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى أن يغير ما بأنفسه النموذج الثالث فهم أحاديث إسبال الثوب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقلت لمحارب أذكر إزارة؟ قال ما خص إزاراً وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء قال موسى فقلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزارة؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً يجر إزارة فقال ممن أنت؟ فانتسب له فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مراراً قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وبالنظر في هذه الأحاديث سالفة الذكر نؤكد أن العملية التي بني عليها النهي عن طول الثياب هي الخيالات التي تعني الكبرى والبطرة والاستعلاء والتكبر على خلق الله عز وجل مباهة ومفاخرة بطول الثياب الذي كان يعد آنذاك مظهراً من مظاهر الثراء والسعة بل إن رواية لا يريد بذلك إلا المخيلة قد حصرت النهي في الكبر والبطر فمتى وجدت الخيلاء كان النهي والتحريم ومتى زالت الخيلاء زالت علة النهي والتحريم وقد ذكرت هذه العلة صراحة في الأحاديث الأول والثاني والثالث والرابع أما حديث ما أسفل من الكعبين من الإزاري ففي النار وحديث ذكر المسبل في الثلاث الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة فكل منهما حديث مطلق وإذا اجتمع المطلق مع المقيد يحمل المطلق على المقيد وما دام التقييد قد ورد في أحاديث أخرى تؤكد أن النهي عن الإسبال متعلق بالخيلاء كانت هذه هي علة النهي والإثم لا مجرد طول الثياب وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزارة ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال لست منهم يا أبا بكر إذا كان جره لغير الخيلاء وقال ابن حجر رحمه الله تعالى استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء وقال الحافظ العراقي رحمه الله وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان للخيلاء لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد وقال الشوكاني رحمه الله فلا بد من حمل قوله فإنها المخيلة في حديث جابر على أنه خرج مخرج الغالب فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا والقول بأن كل إسبال من المخيلة آخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة ويرده قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء ورؤيا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ارتدى رداء ثمينا قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم وبما أننا أكدنا وما زلنا نؤكد أن أمر اللباس من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات فالعلة في النهي مبنية على الكبر والبطر والخيلاء فمتى وجد أي منها كان النهي منصبا عليه ومتى زالت هذه العلل زال النهي مع تأكيدنا على ضرورة مراعاة ما يقتضيه الذوق العام والحفاظ على نظافة الثوب من أن يؤدي جره إلى حمل النجاسات ونحوها منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه موسيقى